موسيقى المورد السابع ابن الأثير الكامل في التاريخ ثم دخلت سنة تسعة وستين وخمسمائة خمسمائة وتسعة وستين هجري قال ذكر ملك ولده الملك الصالح يقول لما توفي نور الدين قام ابنه الملك الصالح اسماعيل بالملك بعده وكان عمره أحد عشرة سنة وحلف له الأمراء والمقدمون بدمشق وأقام بها بايعوه هؤلاء الأمراء والمقدمون وأقام بها في دمشق يعني وأطاعه الناس بالشام وصلاح الدين بمصر أطاعه الناس بالشام وأطاعه صلاح الدين بمصر وأطاعه الناس بالشام وصلاح الدين بمصر وخطب له بها وضرب السك باسمه وتولى تربيته الأمير شمس الدين محمد ابن المقدم وصار مدبر دولته شمس الدين ابن المقدم صار هو مدبر هو الوصي على الملك الصالح هو الذي يدير شؤون البلاد بدل الملك الصالح هو الذي يربي الملك الصالح قال أيضا قال ابن الأثير ذكر حصر الفرنج بانياس وعودهم عنها يقول لما مات نور الدين محمود الزنكي صاحب الشام اجتمعت الفرنج وساروا إلى قلعة بانياس من أعمال دمشق فحصروها فجمع شمس الدين ابن المقدم لما مات نور الدين محمود صاحب الشام اجتمعت الفرنج وساروا إلى قلعة بانياس من أعمال دمشق فحصروها فجمع شمس الدين محمد بن المقدم فجمع شمس الدين محمد العسكر بدمشق فخرج عنهم فراسلهم ولاطفهم ثم أغلظ لهم في القول وقال لهم إن أنتم صالحتمونا وعدتم عن بانياس فنحن على ما كنا عليه وإلا فنرسل إلى سيف الدين صاحب الموصل ونصالحه ونستنجده ونرسل إلى سلاح الدين بمصر فنستنجده ونقصد بلادكم من جهاتها كلها ولا تقومون لنا وأنتم تعلمون أن سلاح الدين كان يخاف أن يجتمع بنور الدين والآن يعني حتى الفرنج عندهم علم بالوحش بين سلاح الدين ونور الدين عندهم علم بأن سلاح الدين لا يرغب بأن تتصل البلاد الإسلامية ولا يرغب بتوحد البلاد الإسلامية خوفا من نور الدين لاحظ أي مستمسك يمسك به ويتقوى به الفرنج يقول لهم وأنتم تعلمون أن صلاح الدين كان يخاف أن يجتمع بنور الدين أنتم تعلمون يا فرنج والآن وقد زال ذلك الخوف وإذا طلبناه إلى بلادكم فلا يمتنع فعلموا صدقه فصالحوه على شيء من المال أخذوه وأسرى أطلقوا لهم كانوا عند المسلمين وتقررت الهدنة فلما سمع صلاح الدين بذلك أنكره واستعظمه وكتب إلى الملك الصالح والأمراء الذين معه يقبح لهم ما فعلوه ويبذل من نفسه قصد بلاد الفرنج ومقارعتهم وإزعاجهم عن قصد شيء من بلاد الملك الصالح وكان قصده أن يصير له طريق إلى بلاد الشام ليتملك البلاد التفجيين بعد أن راح إلى نور الدين إذن صارت من مصلحة صلاح الدين أن يخترق الفرنج ويأخذ باقي بلاد الشام وباقي البلدان التي يتمكن منها من بلاد الجزيرة من العراق أو من غير العراق هذا الذي يقول ابن الأثير ما هو قصد صلاح الدين يكون وكان قصده أن يصير له طريق إلى بلاد الشام ليتملك البلاد يقول والأمراء الشاميون إنما صالح الفرنج خوفا منه ومن سيف الدين غازي صاحب الموصل فإنه كان قد أخذ البلاد الجزرية وخافوا منه من هذا غازي أن يعبر إلى الشام فرأوا صلح الفرنج أصلح من أن يجيء هذا من الغرب وهذا من الشرق وهم مجغولون عن ردهم المورد الثامن حصار حلب قلنا في المورد السابق كان في سنة 569 الآن هل تركهم صلاح الدين؟ هم كانوا يخافون من صلاح الدين بعد راحل نور الدين الآن صلاح الدين صارت عنده الهمة لاقتحام الحصون والبلدان الفرنجية للوصول إلى الجهة الأخرى من البلاد الزنكية وأخذ باقي البلدان الزنكية أخذ باقي الممالك الزنكية فيتملك باقي البلدان باقي المدن والممالك الزنكية فماذا فعل؟ لاحقهم لاحظ وصل إلى دمشق تركوا دمشق أخذ دمشق حرر وحتل دمشق من الزنكيين وذهب الملك إلى الملك الصالح ذهب إلى حلب وصارت حلب هي العاصمة للزنكيين فلحق بهم صلاح الدين إلى هناك وحاصر حلب ويأتي الكلام إن شاء الله في هذا المورد